اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ومستمعين في هذا الجزء من الحلقة مواقع الترصي اجتماعي تظهر على الشاشة بعن كابتن نايف من نزي ونستاذ احمد الشمراني هم الضيفاء الحلقة الاهلي يقصي الشباب ويتقدم لنصف نهائي لملاقات الاتفاق الذي تجاوز الفريق النجراني تقريبا يتحدث عن المنظمة بعشرة لاعبين صمد الليوث وواصلت تماسيح الضغط حتى انهارت القوى وسقط جدار الشباب لقاء الفريقين بدأ بتهديد اصحاب الارض وتحديدا من كرة ثابتة نفذها احمد عطيث بالمقاس على رأس تفاريس الذي جهزها للشمراني ناصر لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة اللقطة الكابوس لجماهير الشباب والتي اصابت برودوم بالهوس حينها هي طرد اللاعب عمر الغامدي المباشر دون انذار سابق في كرة اعتبرها الحكم بانها ضرب متعمد من دون كرة ليشن الاهلي هجومه الكاسح من تلك اللحظة والبداية كانت بتسديدة مسعد التي انقذها وليد في اخر لحظة وهدف الاهل الاول لا يحضر بسبب براعة وليد الشباب السفح الاهلاوي فيكتر سيموس يثير العجب فالجماهير تعودت على تسجيله للاهداف من انصاف الفرص فكيف بكرة تهيأت له امام المرمى تماما لكنه فشل في معالجتها داخل الشباك براعة المعيوف حرمت الشباب من هدف محقق بعد ان سدد فرناندو منغازو كرة من مسافة قريبة جدا لكن يد المعيوف كانت لتسديدته بالمرصاد الحسن عماد ضرب اروع الامثال في الفدائية بعد ان رمى بجسمه امام الكرة حتى تتهيأ للبرازيلي فيكتر الذي وضعها بالشباك لتعم الفرح المدرجات الاهلاوية لكنها لم تستمر سوى ثواني معدودة فالحكم الغى الهدف بحجة ان الكرة لامست يد الحسن عماد كلنا نتذكر كيف استطاع الشباب يعادل النتيجة في رقائه مع الاهل بالدوري وكان ذلك في اخر دقيقة السيناريو يعود من جديد نفس الملعب ونفس الفريق بل ونفس المرمى لكن الاختلاف جاء في الفريق المسجل للهدف الشباب تجرع من نفس الكأس المر والعمد الاهلاوي عماد الحسني هو من اذاقهم تلك المرارة هدف يقود التماسيح الى نصف النهائي والاهل غير حظا اوفر للليوث الذين قدموا مباراة اكثر من رائعة بالرغم من النقص وهنيئا لجماهير الاهل بهذا الفوز وبهذه الروح التي ملأت الفريق وتوغلت في قلوب اللاعبين الأهلي مخيف ومن لا يخاف الأهلي هذا الموسم تخبروه بأنه سيسقط ضحية لتماسيح متعطشة للانتصارات مصفر الخطعمي كورا وصف منصف من مصفر الخطعمي للفريقين للأهلي والشباب لكن في جزئية مهم يقول كلنا نتذكر كيف استطاع الشباب أن يعادل النتيجة في قائه مع الأهلي بالدوري كان ذلك في آخر الدقيقة سيناريو يعود من جديد نفس الملعب نفس الفريقين بل نفس المرمى لكن الاختلاف جاء في الفريق المسجل للهدف الشباب تجرع من نفس الكأس المرمى والعمدة الأهلاوي عماد الحسني هو من أذاقهم تلك المرارة هدف يقود التماسيح لنصف النهاية والأهلي غير شرف الأهلي الشباب من نفس الكأس هذا في الدقيقة الأخيرة أمر شوي اليوم خروج مغلوب لا لا شك خروج مغلوب وإن كانت نقطة من الأهلي ودوري مشوار طويل كانت الثلاث نقاط ربما تضع الأهلي بفارق كبير الفرق ما بين البطولتين لا شك يعني أهمية الدوري تختلف عن أهمية الكأس الأهلي بسراحة أول شيء أبارك للأهلي أبارك لجماهير الأهلي اللي ربما يكون الأهلي هذا السنة مثل ما قال مسفر الخض عمي غير بسراحة غير ليس بس في الأداء الفني إنما حتى غير أيضا بالحضور الجماهيري اللي يعني بسراحة أصبح الموسم هذا طاغي الأهلي بالنسبة للحضور الجماهيري يمكن مباراتها أمام الهلال الملعب السيد الأمير عبدالله الفيصل يمتلي يعني بيكمله بجماهير الأهلي لا شك أن هذه يعني ظاهرة وعودة الأهلي لهذا المستوى أعادت الجماهير الأهلوية الشباب بسراحة قدم مبارات ولا أروع يعني فروج مشكلف بالنسبة للشباب بعشرة لاعبين بخطأ بالنسبة أنا في رائع الشخصي بالنسبة للكاركة اللي على عمر الغامدي يعني فريق بعشرة لاعبين من الدقيقة 33 بالنسبة للشوطة الأول ورغم ذلك الهدف يأتي في الدقائق الأخير وأمام فريق متصدد للدوري لا شك أن الأهلي يعني من الفرق الثقيلة يعني حفظهم السيء بأنهم يلتقون في دور الثمانية لا شك هذه أقدار لا شك أن يعني لو كسب الشباب كان يستحق كسب الأهلي أيضا يستحق كيف فهمت حديث الأستاذ خاضر بلطان بعد أن مبارات لهم قال أنا فهمت الأمير عبد الرحمن بن شاعد والله وذا ضمنناه حديث المدرب اللي طرع الآن من المركز الإعلامي قبله شوي حديث المدرب بالنسبة لرأيه الفني حول الأهلي لا لا هو ما تحدث عن رأي فني هو يقول أنه يتحدث عن أن الهلال كان يستحق الفوز من برات المعلم يقول لم يكن يستحق الفوز من برات المعلم فهو متمسك برأيه مؤكدا أن الأهلي حتى في هذا اللقاء يعني في شيء مشابه للقاء الماضي هو يقصد الحلال الشراب لم يستحق الفوز بل كسب اللقاء بسبب ظروف التي استطاع استغلالها مبينة أن الأهلي كسب مبارات اليوم بهدية يونانية نزلت من السماء هو يقول حتى في مبارات اليوم يعني يقصد حتى مبارات الهلال كسبها بهدية نزلت من السماء شوف يجب أن نؤمن بين الأخطاء التحكمية جزء من اللعبة أين كانت قد أنا استفيد منها هذا الموسم قد أتضرر منها الموسم القادم قد أني تضررت منها في الموسم السابق لكن هذا لا يلغي بأمانة لا يلغي التفوق الأداء بالنسبة للأهلي سواء في مباراته أمام الشباب أو في مباراته أمام الهلال صحيح أن الأخطاء وهذا يمكن الأخطاء أحيانا قد تخدمك وحيانا قد تضرك الأخطاء لم تخدم مثلا الهلال أمام الأهلي وخدمت الأهلي بإلغاء هدف صحيح يعني هذا برأي يمكن حتى الحكام هي أخدمت لكن هذا قدر الأهلي وهذا حظ الأهلي بالنسبة لهذا الموسم مثل ما هي قد تخدم الشباب في موسم خاف تتفق مع مسؤولة ما يقول من لا يخاف لها لهذا الموسم خبروه بأنه سيسقط ضحية لتماسيح متعطش الانتصارات أنه طريق البطولات هالموسم تحديدا يمر عبر الأهل اللي يبغى بطولة لازم يمر من قدام لها بالنسبة للدوري أنا قد يعني أقول أن أربع فرق لازالت تتصارع أربع فرق الأهل الشباب الهلال الاتفاق هذه الأربعة هي كلها مؤهلة إلى الآن لأن باقي تسع جولات مشوار طويل جدا أبو محمد الأهلي والشباب كل التفاصيل مرة حسن رح تركلك أن تبدأ التعليق من حيث تريد من المدرب من تصريح لصد خالد البلطان من فوز الأهلي بالمباراة وشرب الشباب من نفس الكأس في آخر الدقائق صدارة أهلاوية نصف نهائي اشتبغى تقول أقول كل التفاصيل على البالة تركي هي ما حدث اليوم هو وامتداد ما حدث في الأسبوع الماضي وما حدث في الأسبوع اللي قبل الآن الكل أجمع بأن الأهلي هذا الموسم كما يقول التقرير وقالت أكثر التقرير بأنه غير وما أحدثه اليوم أمام الشباب طبعا هو كما قلت امتداد وتأكيد حضور وتأكيد إلى أن الأمور تصير في نطاقها الطبيعي بالنسبة للنادي الأهلي طبعا لن نذهب للتصاريح فمن حق أي إنسان أن يصرح بما يريد وهناك أيضا جهات أخرى معنية بقراءة مثل هذه التصاريح وبالرد عليها هو بمحاسبة من تعتقد أنه أساء أو أنه مثلا أنتهج نهج غير قانوني في القول على الأقل بالنسبة لبردوم على الاعتبار أنه مدرب فمن حقا نتحدث كان يفترض أن الرجل لا يكابر مرة أخرى مثلا من حقه أن يقول أن الهلال يستحق الفوز من حقه أن يقول أهلي ما يستحق الفوز ومن حقه أيضا أن يقول ما يريد من كلام عندما يكون داخل إطار الملعب لكن أن يتدخل فيما لا يعنيه فهنا ربما نقطة الاحتجاج ما عجبني في الآله هو أنه ما نضلي هذه التصريحات ولا عقب ما يعني يا أبو محمد؟ ما يعنيه مدرب للشباب ويتحدث عن مباراة يقول الهلال هو الذي يستحق الفوز والشباب هذا من قبل في التصريح فهذا أمر أعتقد ما يخصه شخصيا يعني هو يتحدث عن محمد أنا فهمته ومدري إذا أنت فهمت معي ولا لا أو أكون أمكن أن أكون فهمت غلط هو يقصد أنه الأهلي في مباراة الهلال ومباراة الشباب كسب بيختال التحكيم وهدايا نزلت من السماء والله إذا كان مثلا الهدايا تنزل من السماء فهي ينزل من السماء حياها الله يعني خير وبركة لكن اللي بيحدث للأهلي هذا الموسم للأسف الشديد سواء من قبل بعد تصريحات رؤساء الأندية أو الآن دخل طرف ثالث مدرب الشباب ربما قبلهم دخل أي طرف رابع شخصية نصراوية تحدثت عن فعل فاعل لكن كل هذه الأمور ليعجبني في أن الأهلي محيدها وينتصل لنفسه داخل الميدان ما فعله الأهلي اليوم طبعا أمام الشباب هو كسب الأهم والمهم قدم مستوى في الشوط الثاني ولا أروع ذكرني مباراة برشلونة وريال مدريد كانت على باب واحد بغض النظر عن حالة الطب الأهلي كان يستحق لأنه يفوز على الشباب قبل الوقت بدل الضايع لكن طالما نتأخر الانتصار فهو جاء أيضا كتأكيد وكنتيجة طبيعية إن الآله هو الأجذر إضافة إلى ذلك إذا بنتحدث عن الهدايا اليونانية ما حدث اليوم أيضا مع الحوسري هدف صحيح 100% ألغى الحكم حالة الطرد التي هي أمامنا الآن كانت ضرب متعمد بدون كرة قدم لو أعطاه كرت أصفر ربما قلنا كلنا نجمع أنها تستحق هذه الحالة كرت أصفر لكن عندما أعطاه كرت أحمر وهي متعمد بقولنا الآن نظن الحكم أعطى تطلعه على أساس أنه ضرب متعمد الضرب المتعمد بدون كرة نعرف تماما أنه عقابه الكرت الأحمر أو الطرد لكن للأسف الشديد هناك حملة منظمة الآن بدأت تتنفق على الأهلي وكان عودة الأهلي حملة من مين أبو الحمد؟ وعودة حملة من كل الأندية من الأندية محددة أنت تعرفها من قبل الشباب اليوم تصريحاتهم ماذا تعني؟ قبلهم تصريحات الهلالية قبلهم تصريحات الأمير الوليد بن بدر وفعل فاعل الشهير فما أدري إيش شابه الأهلي اللي عجبني في خطابه أنا الرسمي بأنه صامت وترك الملعب يرد إذا بنتحدث عن التحكيم فأنا أعتقد أنه اليوم الأهلي تضرر من التحكيم أكثر من ما تضرر الشباب عندما يلغي لك الحكم هدف شرعي وهدف حقيقي فأعتقد أنه هذا دليل دليل الآخر أنه الأخطاء موجودة قد يكون مثلا حالة الطرد نتفق ونختلف حولها لكنها بموازين المباريات ليست مثلا للغاء هدف شرعي الآن وفوق كرت أصفر نرجع إذا كان مثلا يريدون أن نفتح ملفات التحكيم وانت تركي شاهد على الرياضة فأعتقد أنه للأهلي على امتداد السنوات الماضية من أكثر الأند يتضرر من أخطاء التحكيم أمام الشباب أمام الهلال أمام الاتحاد أمام النصر خسر بطولات بالتحكيم إذا كان مثلا الآن عودة الأهلي أصبحت تشكل للأسف الشديد عند الآخرين رفض أنا أعتقد رفض من خلال العاطفة فهذا شأنهم لكن نتمنى أن يكونوا منطقيين عندما يتحدث بشير اللي كان دالي الأمير عبد الرحمن بمساعد والأستاذ خالد البلطان لما قال أنا فهمتك والله هذا التصريح أذكرني برئيس دولة طبعا في الربيع العربي عندما ظهر وقال للشعب والآن فهمتكم وفي النهاية رحل أنت تشبه البلطان بن علي لا لا التصريح أنا ما أتكلم عن شخص أتكلم عن قول أنا أستوضح البلطان وخالد البلطان لا أنا أتكلم عن تصريح أنا سمعت هذه لا 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 أنا سمعت هذه العبارة من رئيس عربي بس أنت ما تشبهه في شخصية أهم شي لا 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 أبدا والعكس لما يليتني أنا مثلا كنت حاكم يوم اليوم زي بن علي لا والله إن شاء الله ما تحكم زي بن علي يا أبو محمد إن شاء الله ما تحكم زيه يا رغبتي لكن حاكم كرس قدم وليس حاكم شعب لكن أتحدث الآن على مسألة الكلمة هو قال الآن فهمتك أنا أتحدث عن أنه مصطلح لغوي فمصطلح مصطلح الكلمة ماذا يقصد منها هذا راجع له لكن أعتقد الآن أنه ما حدث اليوم في مبارات الآله والشباب ما يستوجب كل هذا التهويل ما يستوجب هذا البيان ما يستوجب مثل هذه التصريحات من حق البلطان أو من حق مدربة أو من حق أي نادي يرى أنه مثلا لا حقوق أن يقولها لكن أن يكون هناك اسقاطات في الكلام وهناك مثلا إشارات الآن في حملة جديدة تؤكد بأن التحكيم إلى جانب الأهلي طيب اليونانين واش دخلهم في الأهلي طيب تتفق مع عمل يقول أن طريق البطولات هذا الموسم يجب أن يمر عبر الفريق الأهلاوي يبدو أن بطولات الأهلي ستمر عبر بواباتهم هذا الموسم طيب عبر بوابات الفرق المنافسة نايف كم تبتعلق أبو محمد يتكلم والله طبعا أنا أبتعلق على أن أول شيء التصريح اللي السيد خذ بلطان هو لا ندخل في نواياهم أو بماذا يرمزون له لأن هذا التصريح من حق أي رئيس نادي ومن حق أي رئيس نادي أن يدافع بما يراه عن ناديه بالنسبة للأخطاء التحكمية يتكلم عن هدف عماد الحوسني هي باليد بينما الطارق ربما لو في المحللين تحكمين ربما يكون لا تستحق الأحمر فأنا أرى أن الشباب اللي تضرر من التحكم وليس الأهلي مع احترامي وتقديلي للنادي الأهلي وهو يستحق بلا شك أيضا في مباراة الهلال الأهلي يستفاد هذا قدر الأهلي لكن أن نلغي أن الأهلي لم يستفد من التحكم يعني أنا أتصور أن كلام لا يمثل الواقع بالصلاة الأهلي يستفاد لكن لا نقول أنه يستفاد بفعل فاعل أو متعمد أو متعمد هذه هي كرة القادمة بس كمان الأهلوية منزعجين يقول لك أنه أنتم تضعون انتصاراتنا على النصر وعلى الهلال وعلى الشباب في خالة أنه فقط التحكم هو من أعطانا النقاط وعطانا المباراة أنت كيف ترد على هذا الكلام؟ هذا نزعج الأهلوية شوف الأهلي من حق أنه يدافع عن فريقه لكن أيضا الفرق الأخرى من حقها أن تتكلم عن التحكم حينما يتم إلغاء هدف صحيح مثل ما حدث في مباراة الهلال أليس هذا خدم الأهلي؟ إذا خدم الأهلي لكن لا نقول أن هذا الخطأ متعمد أو هذا الخطأ مقصود أو بفعل فاعل أو ندخل في أمور أخرى لكن هي الواقع الشباب اليوم أول هزيمة الموسم أول هزيمة وأيضا بسراحة الضرب الشباب حينما تطرد مني لعب مباراة نصف نهاية أمام فريق قوي يعني أنت تلعب أمام هنا برضو نشيد في الأهلي بأنه فريق يستحق وفريق قوي يعني حينما نتكلم عن الأخطاء التحكمية لا نقلل من مكانة الأهلي أو أنه على أساس لا أحد يقول نشن حاملة على الأهلي إنما نقول فيه أخطاء لا فيه أخطاء واستفاد منها الأهلي وممكن يستفيد منها الشباب في المرة الجاية ممكن يستفيد منها الهلال ممكن يستفيد منها الاتحال هذه هي كلة القوية عموما قبل أن نروح للسبورت كليب للأهلويين والمحبين الأهلي في رسائل تجينا من طلابنا وطالباتنا المبتعثين نحن عندهم صباح في أمريكا وفي الأمريكا الشمالية ويبغون التقارير تنزل على اليوتيوب وروحوا المحاضرات وبعد المحاضرات فيصل ينزل لكم كل الحلقة على اليوتيوب نتمنى أن كل طلابنا وطالباتنا المبتعثين كل التوفيق نحن دائما متواصلين معهم ونتعاطف ونشعر بغربتهم ونتمنى إن شاء الله يرجعون للبلد ونفرح فيهم ويفرحون بعودتهم للوطن